اشتركوا في القناة من يوم الخميس وهو اليوم عشرين ثمانية ولغاية يوم السبت تسعة وعشرين ثمانية طبعا بالنسبة للقمر رح ينتقل من اكثر من برج خلال هذا الاسبوع يعني رح يبدأ هو من امس موجود في العذراء ورح يظل لغاية ظهر يوم الجمعة موجود بالعذراء من ظهر يوم الجمعة ولغاية ظهر يوم الاحد القمر بصير في الميزان من ظهر يوم الاحد لغاية عصر يوم الثلاثاء القمر بصير بالعقرب من عصر يوم الثلاثاء ولغاية مساء يوم الخميس القمر بكون متواجد في القوس من مساء يوم الخميس القمر بصير موجود بالجدي ولغاية ما بعد يوم السبت طبعا بخلال فترة الاسبوع في عنا ثلاث احداث طرورية ومهمة انكوا تسمعوها اول واحدة انه عنا عطارد رح ينتقل لبرج العذراء صباح يوم عشرين ثمانية وهذا من الاشياء اللي رح تحسن من مزاج واوضاع بعض الابراج الترابية والابراج المائية بشكل عام اما بالنسبة للشمس رح تنتقل للعذراء يوم اثنين وعشرين ثمانية مساء وهذا بيدل على انه بدأ العام من عند برج العذراء ابتداء من هذا التاريخ ولكن انه الامور بتصير بشكل متصاعد بالفائدة للابراج الترابية وللابراج المائية بوجه عام عشان هيكي بنستغل الفرصة ونقول لما وليد برج العذراء كل عام وانتم بألف خير اما بالنسبة للزاوية السلبية اللي رح تتشكل خلال هذا الاسبوع هي زاوية التربيع رح تكون بين المريخ وزحل رح تكون يوم اربع وعشرين ثمانية مساء وفي هاي الزاوية طبعا هاي من الزواية اللي انا ذكرتها في بداية العام هي في توقعات العام موجودة بتتزايد المواجهات والمشاحنات واعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة وبتشهد فضائح بتمس بالتقاليد والاعراف الاجتماعية يعني فيها عنف فيها مشاكل فيها فضائح الله يستر ايش اللي رح يصير بالفترة القادمة او بخلال هذا الاسبوع طبعا بالنسبة للزاوية هاي هي تأثيرها اللي موجود تقريبا بحدود الاسبوع يعني موجودة ومؤثرة ومشكلة من الاسبوع الماضي لها تأثيرات كانت الزاوية غير متصلة اللي هي التربيع لكن اوجها هو زي ما حكينا اللي هو يوم 24 ورح تستمر معنا مدة طويلة يعني رح تستمر مدة تقريبا شهر ورح يتراجع المريخ رح يرجع يشكل نفس الزاوية هاي يعني الاستمرار رح يستمر لغاية شهر 11 تقريبا خلينا نروح على التوقعات الاسبوعية ونشوف ايش التأثيرات العامة على كل برج بالتفصيل خلينا نحكي عن برج الدلو طبعا بالنسبة لبرج الدلو اول ما بنحكي بنحكي عن الشمس وعن عطارد اللي يتحركوا الان من مقابلك تماما انتقلوا لبيتك الثامن يعني بطلوا في الاسد مقابلك يعني بدون انتقلوا للثامن فعشان هيك الفترة هاي رح تتركز على مسائل بنكية او مالية مشتركة وخصوصا الاموال اللي ما بتعود لك فعشان هيك الفترة هاي ممكن تحصل على دعم او على دفعات مالية او تحصل اموال اليك مش قدر تحصلها او اشياء الها علاقة بميراث امور بنكية امور الها علاقة ببعض المسائل لا اموال لا اليك يعني كان صعب انك انت تطورها او تستردها في الفترة الماضية ممكن تنجز انجازات برضو على مستوى مشاريع او افكار ممكن تحقق مكاسب ما كنت تتوقعها ولكن برضو هاي في الها بعض السلبيات السلبية الوحيدة اللي بتيجي من هذا الوجود انه حاول انك ما تدخل في الامور الغيبية لانه رح يصير عندك شغف للامور الغيبية في لحظات معينة وبرضو في نفس اللحظة حاول انك تنتبه على صحتك او على صحة احد الاحبة لا اليك اما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الزهرة موجودة الزهرة بتدعمك على مستوى امور لها علاقة بالعمل او تطوير عمل او عمل جديد او تحقق غايات تكون ايجابية ودعمة لا اليك على مستوى العمل ممكن تنتقل من عمل لعمل اخر بعرض مهم ممكن تتميز بانجاز بعض الامور او الاعمال ويجيك نوع من انواع التكريم عليها ممكن تحل مشكلة كان صعب انك تحلها بالفترة الماضية بتتعلق بعمل ما او بملف كان صعب انك تنجزه برضو بتخليك تهتم شوي بصحتك او في بعض اشخاص منكم ممكن يراجع مستشفى او دكتور وفي بعضكم ممكن يخضع لها عمليات جراحية اما بالنسبة للمريخ طبعا المريخ موجود في البيت الثالث وهذا بعطيه نوع من انواع الصعوبة في مكانه يعني بعطيه اشياء اللي علاقة بالعصبية بالتهور بالقرارات المتسرعة بالاندفاع بيخليك تغامر باشياء ممكن انت بالوضع الطبيعي ما تعملها فبعطيك جراءة زيادة عن اللزوم وبعد مرات ما بتكون جراءة بتكون تصل لمرحلة التهور فعشان هيك بدك تنتبه من المغامرات الغير مدروسة حاول تستشير اهل الاختصاص وتدرس الاشياء هاي بشكل جيد برضو بتدفعك لمواجهات ممكن تكون امتحان او تكون اشياء تختبرك فبدك تكون حذر ومستعد اللي عنده دراسة وخصوصا بالمدارس اللي هي ما تحت الجامعة بدهم يكونوا حذرين اثناء دراستهم اثناء امتحاناتهم ما يتسرعوا بالاجابات يدرسوا ويستعدوا بشكل جيد اثناء تنقلاتكم بالسيارات بدكوا تكونوا منتبهين لان الفترة هاي عرضة لاعطال بالسيارات او حوادث اما بالنسبة للجدي الجدي طبعا هو بيتك اثناش بيت متاعبك وبما انه عنا المشتري زحل بلوتوت ثلاثة بيتراجعوا في بيت المتاعب وهم موجودين في اخر درجات يعني تأثيرهم على اول موليد برج الدلو اكثر ناسهم اللي بتأثروا من هذا الموضوع فهي اول عشرية فعشان هيك هدولة بدهم يكونوا منتبهين من بعض المتاعب اللي بتجيهم العطال اشخاص بتتآمر عليهم مكائد بيكونوا حد يشتغل لهم حد بيحاول انه يستغلهم اعداء متقمصين لشخصية الصديق الفترة هاي برضو بكونوا كثر بدك تكون حذر من كل هذا اللي احنا ذكرنا واحذر من التقلبات الصحية اللي بتيجي بشكل مفاجئ اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا احنا منحكي عن نبتون نبتون اللي موجود بالحوت وبيتراجع برضو وهو الاعلاقة بالعواطف والاعلاقة بالفكر والمشاعر والاحاسيس فعشان هيك سهل جدا استغلالك بالفترة هاي سهل جدا النصب عليك سهل جدا استدراجك لخسارة مالية او اقناعك بمشروع مالي فاشل فعشان هيك بدك تكون حذر اي شيء الاعلاقة بالمال ما تتخذ القرار فيه راجعه ودرسه استشير اهل الاختصاص حاول ما تبذر اموالك ما تبذر فلوسك ما تعيش ورا وهم حاول تركز بشكل جيد حافظ على اموالك من السرقة او الضياع او من النصابين اما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا اورانوس بتراجع في بيتك الرابع بيت البيت بيت العائلة فعشان هيك هذا بيجيب لك اعطال مشاكل خلافات نقاشات الها علاقة بالبيت الها علاقة بافراد العائلة الها علاقة بامور العقارات فانتبه من الخلافات والنقاشات اللي بتيجي من اتفه الاسباب او باتفه الاسباب بتطلع بتصير مشكلة كبيرة وممكن توصل لخلاف كبير ممكن تظهر اعطال بشكل مفاجئ او هام الها علاقة في البيت وسواس بدكوا تكونوا حذرين بشكل كبير وخصوصا من اي امر ممكن يجي بشكل مفاجئ اعرف انه اورانوس اللي قاعد بيأثر عليكوا عشان تفاقموا الامور وتدخلوا في فترة امتحان صعبة خلينا نشوف التوقعات الاسبوعية ايش بتحكي من صباح يوم الاربعاء القمر موجود بالعذراء يعني مش موجود مقابلكم ورح يستمر فيه لغاية ساعات ظهر يوم الجمعة اتفحصوا حساب مالي مشترك وخففوا من النفقات صحتكم او صحت قريب لكم بحاجة للرعاية كون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي او التسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الاطراف وما تهم الملف او قضية من ساعات ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود في الميزان حتى ساعات ظهر يوم الاحد تنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة فترة مناسبة لاجراء مقابلة او اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل او دراسة جديدة ممكن تناقش بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض اي شيء ما بيناسبك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك اكثر هاي فترة مناسبة لخوط تجربة جديدة او لموضوع بتعلق في السفر من ساعات ظهر يوم الاحد القمر موجود بالعقرب حتى ساعات عصر يوم الثلاثاء فترة مناسبة للي بيبحث عن عمل او بيرغب في ادخال تحسين عليه واللي بيعمل بينجح في اثبات جدارة ونيل رضى المسؤولين منكم ممكن يهتم بصحة احد الوالدين ولا تنجر ورد تسرع والانفعال وحاول انك تكون هادئ هو انا بشكل القمر تحدي في لحظة معينة ممكن تبدو غاضب او لحظة عدائية حاذر من الخلافات ممكن تكرم او تكرم وتحصل على فرصة مهمة من ساعات عصر يوم الثلاثاء القمر بصير في القوس حتى ساعات مساء يوم الخميس بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق امني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك بمناسبة سعيدة بتتسع الافاق وبتحتفل بنجاح او تطور علاقة وممكن تعزز شعبيتك وتحصد ارباح ممكن تفرح لوقوف احد الاصدقاء او الاقارب الى جامبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك ولكن من ساعات مساء يوم الخميس القمر بصير بالجدي يعني بيت متاعبك بتشعروا بالتعب بنال منكم بتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منها اخلدوا للراحة هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاول انهاء الشهر بسلام ممكن تواجه ضغوط وعراقيل وامتحانات صعبة ممكن تخسر صفقة تجارية او تحزن لخبر ما في داعي انك تتسرع هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا